السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوة أخواتي أستطيع أن أتمنى أنكم بخير وعلى خير فيما كنتم تشاهدوا الفيديو مرحبا بكم معي فيديو جديد فيديو اليوم أجلت إن شاء الله سنتقاسم معكم ستسعلك المغربي بطريقة صحيحة ستسعلك وعر بطريقة سهلة سنتقاسم معكم كمية كثيرة وستقاسم معكم أيضا حتى الطريقة الاحتفاظ فمع لكم أخواتي أتمنى أن تتبعوا معي الفيديو من الأول حتى الآخر ستشاهدوا معي جميع المراحل والذي نبدو الفيديو منسوا الصلاة على الحبيب اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى أهل وأصحابي أجمعين لا تنسونيش أخواتي موحد اللايك على الفيديو وأنتم كتفرجوا ولكتوب طبيعة الحل الأول مرة كتشاهدوا للفيديو لكتشاهدوا للقناة فكنا نقول لكم راح أحبابيكم في قناتي بقناتيكم فما لكم ستركوا فيها وتقلوا الجرس باش بقوا توصلوا وبكل ما هو جديد ندزوا المكونات والطريقة مع بعدياتنا فباسمي الله على بركة الله كيفما تلاحظوا معي في الشاشة أو في الفيديو عندي واحد الكمية من البيدنجال أو البرانية كل منطقة واش كتسميها غسلتوا مزيان خليتوا حتى اقتر ومن بعد كناخد في واحد تبصيل شوية ديازويتة نباتية ندهن بها ندهن بها نسرحوا في واحد اللاطة ديال الفران ونشاء الله ناخد واحد الكمية ديال الطماطم أو مطاشا حتى هي ضيجة وصلتها وخليتها حتى اقترت وندهنها تبصيل شوية ديازويتة وعليش ندهنوهم بالزيت لكي يجيونا شوية فيهم ديال البناء وايضاً كي يجيو الماضيق ديالهم كي يجيونا بكي يقوم البناء وفي السعكيت شوية فضروري ما تدهنوهم شوية ديال السيت من بعد ما استفت فضلاتة البيتنجان ومطاشا أو الطماطم غدي ندخلهم الان للفران الجهة اللي تحت يعني النار كتكون فوق منهم بالنسبة للفران من بعد ما كيت شوية من بعد ما كيت شوية وكن ديرهم وكن ديرهم في واحد الكيس بلاستيكي ضروري بشكي عراقوا وفي الساكيت قشروا معاكم وضعت اللطة ديالي الأولى هادي بالنسبة للطة الثانية اخدي سوية الكمية ديال الفلفلة بالنسبة للفلفلة أنا عندي فلفلة بلدية قد تستعملوا فلفلة اللي عندكم فلفلة غليظة والناس اللي عزيز عليهم الحرور فإلا استعملتوا فلفلة غليظة قد تديروا معاها ماشين زيوداتها كحرين باش نجيكم كما كنقولوا يزعلك ديالكم بنيد يعني في ذاك الماضق ديال الحرورية كي يجيزون بالنسبة للفلفلة بلدية صراحة شوية كافية واحد الماضق بحل حر شوية فقد نستعملها فقط هي ما غديش ندير معاها احتى نوع اخر ديال الفلفل سوف احتية بنفس طريقة غزلتها دينتها بشوية ديال زويتها سرحتها في اللاطة وحتية غديش نشويها بنفس طريقة من بعد ممكن شويها ونخرجون فرن داروري ما توضعوا الفلفلة والبرانية ديالكم او البدنجل في كيس بلاستيكي وتخليوا مكا واحد لمدة ديال عشرين دقيقة حتى كيعراقوا وكي سبحوا لكم باتشكل هذا باش كي يسرعوا لكم طريقة ديال فنقية ديالهم سوف نمن بعد مما كي بردو هنا غادي ندوس باش غادي ننقيها هي كتتحييد بكل سهولة بنسبة دك القشرة ديالها من بعد مما كنا وضعوها بطبيعة الحال فد الكيس بلاستيكي كما كتليكم او ميكا حتى بنسبة البدنجل حتى هو كيتقشر بكل سهولة كيفما كتلاحضوا معيها في الصورة وانتما القشرة ديال بره كتتحييد بكل سهولة كما كتليكم ممكن حييدوا فقط دك اللحمة واندي اللي كتكون داخل صافية غادي ننقي كله بنفس طريقة وكنوضع في واحد الكوكوت هادي الفلفلاء وهادي البدنجل من بعد مما كننقيهم وبنفس طريقة غادي ننقي حتى ماطيشة بنسبة الماطيشة ما كانوضعه في كيس بلاستيكي كنخلي واغيرها كك هي رفي الساعة تتقشر من بعد مما كننقيم كلهم او كننقشرهم بها الطريقة كيفما كتلاحضوا معيها هادي ناخد واحد دقاق من بعد موضعتهم في الكوكوت هادي نحاول اني ندقهم مزيان ضروري ما ندقهم مزيان وانتم ما شوفوا الياه بنسبة لك الكيمية ديال الماء فقط الماء ديال الطماطم او ماطيشة و الفلفلاء ايكا تطلق الماء يعني هادي كراغي الماء ديال الماطيشة و ديال الفلفلاء كيفما كتليكم سافي غادي ندقهم بهاد دقاق هذا حتى كيوليو مدقوق مليح بهاد شكل كيفما كتلاحضوا معي في الصورة لما كاشو عندكم شي دقاق بحال هاكا يمكنكم تقطعوا ماء كابس و تدقهم على شي خشيبة ولا شي لغيبة عندكم لكن ضروري من هاد المرحلة هادي و ضروري ما يكونوا شوية مزيان يعني ضروري ما تخليوا ميت شوية مزيان فران باش كيكونوا طائبين و كيسهلوا عليكم هاد العملية دياللي انكم تقوهم من بعد ما كيصبحوا ناقب هاد شكل هادا من بعد ما ما دقينا هوم اللي حبتك انتقق هنا فهذا المرحلة هادا غدي نقص وحد الكيمياء اللي غدي نحتافظ بها غدي ناخد الكيمياء كيمياء كيمياء اللي غدي نحتافظ بها نضيفها في العلبة نحتفظ بها في المجمد نضيفها من المجمد نضيفها في المجمد نضيفها في المجمد نضيفها في المجمد نضيفها في السعود نضيفها على بسكرة نضيفها في المجمد نضيفها في المجمد نضيفها حاضرة في الزعلوك. من بعد ما نقطعها هنا وضعت واحد الكمية ديال بقدونس اللي كان ديجا نضيفه مجمد يعني ديال الربيع اللي كان طريقة غيكون احسن وافضل انا صراحة ما متوفرش عن ديال ربيع طريقة وضعت ايضا معلقة ديال التحميري اللي هي الفلفل الحمراء اول من يورو للتحميرا كل منطقة بوش كتسميها معلقة تقريبا ديال كامل البلدي راس معلقة الابزر اللي هو الفلفل السود ورشيشة ديال الملحة اللي كانت بقاها لحسب الدوقة ديال كل واحد هادو هما العطرية او التوابل اللي كانحتاجو في الزعلوك من بعد ايضا كان نضيف تقريبا نصف كاس كبير ديال زيت الزيتون فقط زيت السيتون ما توضعوش زيت نباتية في الزعلوك دارو رخصو زيت السيتون باش كي يجي يكون بنين كمك بلكو غدي نحرك او غدي نخلق ملاح بهذا المعالقة هادية ومن بعد غدي نوضع القوكو ديالي عمر غدي نخليح تكد تقلة ومره مره طبعا كنبقاو 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 كنحركو باش ما كنفصق الناش غكاف القاعد ديال الكوكوت سوفي كنبقا ديال بنفس طريقة حتى كنحخلي الزعلوك ديالي يعني يوقف ملاح اوكي اتا واحد المغطاق وواعب بزاف هذه الطريقة الصحيحة كيف مصباق وذكرت معاكم فهنا غدي نوضع معاكم الصحون ديال تقديم كي يجي رائع جدا نضافقوا بهكا على طبق ديالنا كي يجي خطير صراحة في مضاق ديالو نتمنى من خوة اخواتينا لإعجابكم الطريقة نتمنى لنا لتإعجابكم ومعجبكم طبيعة الحال تبارتجوا الفيديو مع خودكم وصحابكم مع قرار نسل كتعرفوا فضلا وليس أمرا لو كتجدادوا الأول مرة كتشاردوا للفيديو لكتشاردوا للقناة فكنا نقول لكم رحبا بكم في قناتي وقناتيكم فما لكم غتشتركوا فيها تغلو جرس باش فقط توصلوا لكم كل ما هو جديد ما تفكر شديد للايكات ديالكم تاركم زوينة محفزة الفيديو وهنا غنبلكون السلام عليكم على فيديو جديد ووصفات جديدة ان شاء الله السلام عليكم